السلام عليكم أهلا وسهلا كنت مننا إن شاء الله تكونوا كاملين بكم على خير و بخير اللهم تعالى وتباركا يلطف بنا و بكم و بكل أمة الإسلامية و يرفع لنا ربي هاد الوباء مرحبا بكم معايا فيديو جديد و فيصفة جديدة اليوم إن شاء الله كيفما كتشوفو غادي نحضرو جاجم شوي في الفرن بمقدير جد بسيطة و موجودة في كل بيت و إن شاء الله كيجي المدق في حل المصاوب بالفحم حل المشوع للفحم عندنا هنا كيفما كتشوفو في المقادير ثلاثة لأربعة البصلات محكوكين أو متحوين في المولينيكس عندنا لاطة شامبينيون وبنسبة للتوابين غادي نحتاجوا معلقة و نص كبيرة كل من سكين جبير من الكمون و من الفلفل غبراء أو التحميراء شوية لبزار لحسن الطاقة كل واحد عندي هنا هي شوية ديال الخليط ولا العطرية ديال الدجاج ده بنوريكم القرعة ديالها عندي هنا معلقة و نص ديال الخرقم معلقة صغيرة ديال الملحة حيتاش ما غن نديرش بزاف لأن نديرها هنا في الربيع اللي ما كيخطانيش اللي مخلط مطحون بتومة والزيت والملحة عندي معلقة كبيرة ديال السحتر باش نحكوه و شوية رشيشة ديال تومة بوضغ حيتاش راني عملها مع الربيع اللي مطحون و نص كاس ديال الزيت مخلطة و عندي هنا يا معلقة و نص كبيرة ديال لموتاغد هدو هما المقادير اللي غادي نحتاجو الشرمولة ديال الدجاج ديالنا ونزو دابل طريقة التحضير هنا عندك كما كتشوفوك هناخد ديك البصلة كم نضيفو الزيت وكل المقادير اللي عدنا تمك موجودين كل شيء في دقة وحدة اللي بزارو تحميرا كامون سكينجبير لا موتارد كل شيء اللي ذكرتو في دقة وحدة ملحة انا غادي نكتافي غرب شوية لاني ديرها في الربع اللي كانت تحنو مع التوما كيف ما قلت لان هاد الوصفة ديرا ما كتختاهاش التوما يعني ولكن انا عندي اكتافي تبا ديك اللي تحنت بها الربع وكتعطي الماضاق في نفس الوقت تغزال صافي انا يا غادي ندير واحدة رشيشة ديال التوما ببوض في حل كيف ما كتشوفو وديك العطرية ديال الجاج را كيني بزاف مختلفين انا غا نوريكم القرعة اللي شريت هادي وكين بزاف كين بزاف ديال الاشكال وشومبينو هنخلي وهو من البعد حتى نكملو تحضير ديال السلصة ديالنا نحركوها مزيان كيف ما كتشوفو اه الهريسة البنت اللي بغاها انا را ما عنديش حنا معات كورونا اللي لقيتو في الدار حد درت به اما هاد شرمولا بالهريسة كجي جيد رائعة بزاف والناس خلاص اللي كتعجبهم الماكلة حراسين وبلاش هنا كيف ما كتشوفو ديالنا خدينا غير هاد الصغير كيجي في حل كوكلي تقريبا اه ما فايتش كيلو ونص في كل وحدة كنشرملو مزيان في حل كيف ما كنشرملو قاعد جاج وعادي نتكوت كيكا سايدا بالموس في الصدر عادي تشرميلا كازكون عاديا كي وكن نشدو له رجلس ديالو بالخيط طوله بشيقوما او هاد شرمولا را كل ما وجدتوها بلي لقبل كجي من الاحسن اولا على الاقل ثلاثة ساعة تبقى مشرملا سافي كده بعدا نجيبو ديالك شومبينيون شومبينيون كيبقى اختياري البنات اللي لما بغيتوش بلاش بغيتو تعمرو دجاج فرا كيجي يغزى بالشعرية ولا بالزيتون ولا بالكبدة هنا احنا اضفنا دجاج ديالنا في اللطا ديال الفران وندخلو الفران يطيب مدة جو ساعة اولا ساعة ونص على حسب كل فران والجهد ديالو هنا هاد جاج ديالنا صافي غادي ينطفع عليه ثم كتشوفو ارا مشوي كيتشوها من الفوق من تحت كنشعلو الفران من الفوق وتحت كيدي الوقت ديال ساعة ونص حتى الجيش احنا اضفنا عليه ثم كيفما كتشوفو كيتشوها الفوق والتحت الناس اللي عندهم الفرفرة ديال الفران يقدرو يستعملوها باش كيزيدي تشوها ويتحمر وصافي انا هنا مادرتهاش اه بالنسبة لتقديم البناز تزيين ولا اللي غا تقدمو بيتجاج را كيبقى على حسب اختيار انا هنا لقيت هاد البطاواتي عندي ستلقتهم هنا صوتيتهم في ديك الرباع والتومة والزيت اللي بصار تاكي بقيت حمر لونهم وصافي هادا هو الشكل النهائي عفوا ديالي الجياجات الاولى الكوكلي مشوي كيجي مادا قهائل انا قدمته غير بهاتش اللي اعطى الله ببطاطا والقوق كان عندي استهوى سوتيته في نفس الشرمولة اللي سوتيت فيها البطاطا وديك الشرمولة ديال الجياج السلسة ولا السوس ولا الدغيميرا كان عملوها هكده في طبي سلات في الجناب كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالين هنا لإعجاب ديالكم شكرا لكم والسلام عليكم